يا صباح الخير والإيجابية والتفائل على حضاركم مشاهدين ومتابعين قناة الحدث اليوم الفضائية وحلقة جديدة ومميزة من برنامتكم كون إيجابي مع دكتورة أميرة الفي النهاردة هنتكلم عن جرائم التواصل الاجتماعي في علامنا الحديث أصبحت السوشيال ميديا جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية ومع التقدم الهائل ظهرت تحديات جديدة منها حالات النظب والاحتيال والابتزاز عبر الإنترنت منصات السوشيال ميديا يوميا بتحاول الإنسان لكائن يلهس وراء المغريات بيحطو لك أرباح وامتيازات عشان يحاولوك لكائن فاقد كل معاني الإنسانية كل همك في الحياة تبقى ترند من أجل المال هتبيع نفسك وحياتك الخاصة وهيخلوك تتخلى عن إنسانيتك من أجل الشهرة والمال هكذا تفعل التكنولوجيا في مجتمعاتنا البعض أصبح مد من الصراء السهل بغض النظر هو بيعمل إيه؟ في النهاية بيطلعوا بكوارث وبيدخلوا في جرائم نظب والابتزاز وممكن تبقى النهاية مأساة بإيدك تخطأ وبإيدك تبعد عن المغريات ولا تصبح عبدا للسوشيال ميديا احذروا في النهاية مأساة معانا ومعاكم النهاردة المستشار أحمد بدوي المحامي بالنقد أهلا بحضويتك أهلا بحضويتك أهلا بحضويتك